يحبه الأمريكيون وتكرهه الحكومة تلك هي أزمة تيك توك في الولايات المتحدة فرغم تغلغ لتطبيق الصيني في المجتمع الأمريكي حيث يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي إلا أن تصدي للتطبيق الصيني يعتبر أحد الأمور القليلة التي أحدت موقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي فتح تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يجبر الشركة بايد دانس الصينية على بيع تيك توك إلا شركة أمريكية فصلاً جديداً في الحرب بين الصين والولايات المتحدة قبل انتخابات رئاسية يخوضها رئيس الأمريكي جو بايدن بحساب نشط على التطبيق الصيني حتى وهو يعيد بتوقيع قانون حظره في حين انقلب خصمه دونالد ترامب إلى مدافع شرساً عن تيك توك بعدما أيد منعه سابقاً لكن بعد تصويت مجلس النواب ألمح مجلس الشيوخ إلى أنه لن يتسرع في المصادقة على مشروع القانون وقال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسارة التشريعية الاعتيادي الذي قد يستغرق أشهراً وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوتشن استغل مسار الأحداث وقال إنه يجمع فريقاً من المستثمرين لتقديم عرضاً لشراء تيك توك الذي كشفت التوقعات أن السعر بيعه من الممكن أن يتجاوز 100 مليار دولار تعود جذور الصراع إلى عام 2019 وهو العام الذي شهد طفرة في نمو تطبيق الفيديوهات القصيرة عدم ارتفع عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة بشكل ملفت وارتفع معه معدل الوقت الذي يقضيه المستخدمون الأمريكيون على التطبيق إلى أكثر من 80 دقيقة في اليوم النمو الملفت للتطبيق الصيني مثل صداعاً لكافة شركات التكنولوجيا الأمريكية التي أعادت تقديم نفسها على طريقة تيك توك ويسر أعضاء الكونغرس على أن التطبيق يمكن أن يكون حصانة رواضة لآلة دعاية ومراقبة صينية سرية على المواطنين الأمريكيين والتلاعب بهم في مقابل ذلك وبالرغم من أن التطبيق حقق إرادة بلغت نحو 16 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة بحسب صحيفة Financial Times إلا أن السلطات الصينية تفضل إغلاقه في أمريكا على بيعه قصرياً للمسثمرين الأمريكيين